اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر اشتركوا في القناة جاي بالنموذج الوزاري والانشاء ايضا مطلوب ومهم وزاريا فالتمرين يعني راح تشوفوهم مهمات فلازم تتابع بكل اهتمام وتماعون يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام وحفظ كلمات الدرس قراءة او املاء او معنى علق بالتم اذا وصلك الفيديو المنشور الضمان متابعتك لنا اسم قناتنا عن يوتيوب وصفتنا عن فيسبوك انجليش واذوائل الانجليزية مع والاشترك الان سبسكرايب يرجى امراجعة فيديو الدروس سابقة قامت تشغيل سوانا خاصة بكم اسمها انجليزي سادس ابتدائي الجديد تلقون كل شي بها ان شاء الله يفيدكم خاص بكم كالصف سادس الدرس ما اليوم راح يكون يونتي ثري لسن فور الفصل الثالث الدرس الرابع من عنده استخدام الانترنت صفحتنا انا اخذها 42 and 43 of the activity book 42 و43 من كتاب الكراسة شكرا الله ثم شكرا لكم ندعمكم وتجيعكم ودعواتكم الطيبة وتعليقاتكم الحلوة شاركوا الفيديو يتعامل فائدة ويسافت الجميع زكاة العلم ناشره الدارة الخير كفاعلة انشاء الايميل اللي هو مهم جدا من بعد انشاء اكتب عن نفسك نطلباتها 4 انشاءات يسا هذا الانشاء الثاني وصلنا علق بخمس ملتقات لدعم الفيديو المشهور وضمان متابعتك لنا التمرين activity exercise اي بالكراسة بدينها صفحة 42 page 42 يقول لك read اقرأ read اقرأ much وصل much وصل the icons ال icon then الرموز ال icon with what they mean مع ما هم يعنون وصل ال icon وصل هاي الرموز هاي الرسمات وصل هن ويا المعاني مالتهم وصل هن ويا التعاريف مالتهم زيان ملاحظة وحط الكاحب دوارة بس هان هي تي خطتها من الدوارة يقول لك an icon تعريفها تعريف ال icon مو مهم يعني بس خاف يجي يجيك مو عرف اكتب كل على غابك يجيك مثلا بين قوسين اختيارات مثلا an icon لو an internet ش تختار في الطرح تختار an icon تختار ال icon ليش an icon is a picture ال icon الرمز هي صورة or symbol أو رمز ال icon هي صورة picture or symbol رمز that means التي تعني a thing or an action معناها تعني إلك شيء أو فعل حدث رح يصير يعني من دوس على icon رح يسوي لك فتشغل هي هاي فائدتها زيان هاذا خنقول تعريفها مو مطلوب تحفظه كل على غابك الأفضل بس تفهمه خاف خاف يجيبونك اختيارات بيان قوسي نحط لك number one واختيارات icon تختار لو مثلا انترنت فرح تختار ال icon لماذا؟ لان هي picture هي symbol افتهمنا رح نبدي هاذا مو مهم هاذا مو مهم بس هماتيا انت شوية ركز به الوراء رح يكون مهم لانه خاف يجيك يعني يجيك خاف توصيل انت شوية اهتم به بس ما ما نذكره بالنموذج الوزاري لانه مهم زيان احنا نقرأ رح نحله مطينا كل واحدة لها رقمها one two three four five يريد من عندك تقرأ الصورة تشوفها تشوفها وتقرأ كلام ما لتها ما الصورة وتقرأ ذني التعاريف وتكتب الرقم ما لهاي الصورة الايكونة بالفراغ ما للتعاريف احنا رح نختصر الوقت فحتى انا رح اقرأ لك رأسا نوطيك الجواب هل تشي سوي لازم قبلي توقف الفيديو حاولت حلهم هل تقدر عليهم السهلات وراح ترجع شغل الفيديو تشوفني شوان حليت اسا هاذي الصورة مع الماوس اكيد ودي يقول لك مرر الاعلى ومرر الاسفل فشنو scroll up scroll up التمرير الاعلى or هاي الاسلاش هاذا اللي هاي نسمي يعني or down اسفل scroll up or scroll down icons هاي الرموز الايكونات مع التمرير الاعلى والاسفل فهوين ماتها رح يكون الحل رح نختار لهوين number one اللي هي الاخيرة scroll هي تقدر للسهولة من كلمة scroll وهي بها scroll حتى هو مطوخ الكيها حتى دايدي يساعدك هاي بها scroll هاي بها scroll هاي بها scroll حتى للسهولة scroll means التمرير معنا move تحرك you can انت تستطيع go up الذهاب الى الاعلى الانتقال الى الاعلى or down او اسفل to see لكي ترى what you want ماذا انت تريد هاي scroll تمرير معناها تتحرك تقدر تروح اعلى اسفل حتى تشوف التتريد الصفحة لانه بها هاي معنوات فتنزل وتصعد بها هاي معناها scroll number two وحط لك صورة مال مكبرة واحد داي يبحث داي يدور فمعناها شنو هاي search اللي هي search icon اللي هي ايكونة او رمز البحث البحث ما تريد تبحث دوس على search السيرت السيرت مانت هون هي هي هاي بها السيرت فادور لك على السيرت ليش اقول لك سهل بس ما ما يجيبوه من هاي قد ما سهل فما ما يجيبوه هاي السيرت و هاي السيرت إذن انحلت اللي هي يقول لك search means البحث معنا look for look for هذا اللوك فور الهواء يقلنا عليه قلنا look وراها at معناها ينظر look وراها after معناها يهتم look وراها for معناها يبحث اللي هي search مرة جانا بالتمرين مع الورق البيون التول القطعة مع الورق history of paper تاريخ الورق قال لنا conserve means look after الكونزيرف اللي هي conserve اللي هي يحافظ يهتم معناها look after رادو ما عندنا look after هالمرة search means look for زين يعني دير باك شوي على غني خاف هاي تجي بوحد هفد السؤال search means look for مثلا خيرك search means look for لو look after search معناها look for هاي دا اسولف بيها ما رح اكتبها ببنهاية الفيديو كاسئلة او هاي تشي سولفت لك اتحاد لي خليها ببالك انا راح اعبر لان ببنهاية الفيديو اريد اركز لك على انشاء زيان ف search means look for something البحث معناها هي هم بحث عن شيء ما البعض هين number three قول لك هاي من الايكونة من دوس على فتشي فرح سوي لك صوت فيقول لك click icon هاي الشكل الايكونة لما نسوي click فهيها متين ورح توصلها توصلها على click هاي بيها click هاي click وclick وها متطوخ لك حتى يساعدك يقول لك فclick icon رمز الايكونة مع click هيها متين click is a short sound click هو صوت صغير قصير on computers على الحاسبات click means هاي تعريف الكلك بصورة عامة انه هو صوت يساوي من ساوي click click يعني هاي معناها صوت صوت التقطقة هيكي النقرة يقول لك بالحاسبات click means choose something click بالحاسبات معناها اختيار شيء ما you want انت تريده to see or do انت تريد ان تراه او تعمله تفعله فمندوس click بالحاسبة معناها شنو معناها اريد هذا الشي يساوي فمن تريد تفتح برناج بالحاسبة تدوس عليها double click مارتي انا تدوس هاي click يفتح لك هيها افتهمنا فمعناها يعني اريد البرناج هاي يفتح بس بالحقيقة يعني بالحياة العادية من تقول click معناها تطقطقة هيكي يساوي صوت يدك يتقطق زين الانترنت انترنت ايكون هاي العلامة الانترنت تشوفوه كرة ارضية وبيها www لو كرة ارضية وبيها حرف E كرة ارضية وبيها فد رسمة معناها الانترنت كلية الشبكة الانترنت فانترنت ايكون راح تدور وين هاي بها هاي بها انترنت فهياته الحل يقولك الانترنت يربط ملايين الحاسبات Theweb الشبكة الانترنت اللي هي اختصارها مو احنا نقول عليها www هياتها هاي www راح يعلمك شنو يعني اول w معناها world اللي هو العالم ثاني w اللي هي wide اللي هو واسع ويب اللي هو الشبكة التواصل العالمي الانترنت ف www اللي هي world wide web شبكة الانترنت الواسعة العالمية or just www هاي اختصارها او اختصارا نقول بس www يعني بدال ما نحشي ثلاثة كلمات فبس انه تلاثة حروف الأولى من عدهن يقول لك is how you access information using the internet الweb يساعدنا ويفيدنا انه كيف الدخول المعلومات باستخدام الانترنت البعدها الاخيرة هاي touch screen icons من الشوف ذن يحطيلك على فد جهاز حطيلك مثلا عن موبايل حطيلك على الشاشة حطيلك على الحاسبة على المدري منه التلفزيون الذني التلفزيونات الحديثة فشنو هده يقصدون حطيلك يعني صورة ايد كيف ماليد وكوية دوارات يعني لمس هذا touch screen icons رموز من الشاشة اللمس فهي touch screen هاي هم بها touch screen وهي هاي الممحلولة راح نقول السمارتفون الهواتف الذكية وبعض الحاسبات كومبيوتر واللابتوبات اللي هو الحاسب المحمول الحاسوبة اللي تنحمل يشيلوها ويتنقلون بها الكمبيوتر اللي هي حاسبة مثبتة على مكان ديس كتوب يعني شبيه هن ذني سمارتفون كومبيوتر لابتوب يقولك بعض هن يحتوي على شاشة لمس touch screen you don't انت لا need لا تحتاج a mouse للفارة الماوس هاي اللي نشتغل بها اللي هسان ده حركة with a touch screen مع الشاشة اللمس الشاشة اللمس ما يحتاج بها الماوس هو الترسا بيدك تتلمس وتشتغل هذا هو انتهى التمرين حلو سهل وقلت ما يجي هذا هذا العفو هذا التمرين جدا مهم ووزاري وكاتبيه بالنموذج الوزاري اللي رح يمتحنوا التمهيني رح يجيهم احتمال اللي رح يمتحن دور اول احتمال يجي نصا يجيبوا الكياه جابوا بالنموذج الوزاري نصا على ترقيمتهم حتى نفسه اذا ارادوا مثلا يغيرون فيقدمون ويأخرون بها بس هو نصا يجيك واذا هم ممكن لا يجيبوا فتجيبون نقطة نقطتين ما عنده بسؤال التوصيل شي يقولك بيكسرسايز بي يقولك ماتش افيرب فوم كولوم وصل ماتش افيرب فرام الفعل من كولوم اي من العمود اي واذ اناون مع الاسم مع الاسم فريز العبارة الاسمية يعني العبارة الاسمية فرام كولوم بي من العمود بي بالنسبة لهاي كلمة كولوم ستقولي الان ليش ما تقراها من تجي الان قبلها ام فالان ما تنقري كولوم عمود وعدنا الاشهر العفو فصول السنة الاوتم هي اوتم وان بناخير الان ما تنقري فبس نقراها اوتم الان هم ما نقراها اي اخذها ملاحظة ان الام الوراها ان فيصير مشاكل بيانة الام تنقري الان ما تنقري خوش فسرح نجي نسوي توصيل الكولوم اي والكولوم بي العمود اي وعمود بي ذني افعال بوقيت هذات تذكرون قلت لكم الافعال اللي لونهن ازرق حفوظهن ويا الاسماء اللي لونهن احمر اتفاقنا هسر حنجي نحل نمبر وان يقولك جو اونلاين اتصل بالانترنت شون توفايند او ويب سايت ليش حتى تجد لك موقع من الانترنت توفايند او ويب سايت لازم تنحفظ ماكو كلمة تساعدك هنانا ات لازم تحفظها نصاً مو في ذاك التورين قلنا ليش سهل لانهكو مثلا سكرول واكو هناك سكرول فرأساً انت مغمو ثقارت حلة بس هذا ماكو شي يساعدك فهذا لازم تفهم والطابق بين الفعل اللي يناسب العبارة الاسمية للتالية فجو اونلاين التصال بالانترنت شنو فايتها توفايند او ويب سايت لكي تبحث وتجد موقع الكتروني نمبر تو يقولك السيرتش السيرتش شي فيدنا حتى شنو سيرتش ذا ويب يعني حتى نتصفح ونبحث بالويب بالانترنت بالشبكة زين سيرتش ذا ويب سيرتش ذا ويب البعض هنا نمبر ثري كيين من تريد الدخل هنا هنا الكيين قلنا معناها يكتب يش يكتب؟ يكتب العنوان ما الانترنت يكتب الادرس فهوين الادرس نقلنا كيين the address you want اكتب العنوان البريد الالكتروني اللي انت تريده كيين the address you want البعض ها press قلنا اضغط ش راح تضغط enter دوس enter on your keyboard اضغط دوس يعني enter on your keyboard زين البعض ها navigate navigate اللي هي التمرير تمرر العلاو الاسفل شي تمرر الweb page مو اكيد navigate the web page by scrolling up or down navigate يعني الانتقال والتمرير مال صفحة الانترنت تمريرها من اعلى للأسفل زين اعلى و اسفل الاخير اللي click اللي هي النقرة الضغط على بالماوس يقول لك using your mouse استخدم ماتك الماوس الفارغ click using your mouse click using your mouse يعني تحفظها click ويامن تستخدمها كيد ويا الماوس مصحيح navigate هي انتقال في ويامن ويا السكرول press الضغطة ويامن ويا الانتر ويا الكيبورد اسهل الkey in ويا الادرس key in والsearch ويا الويب بوكتها قلنا the web www والgo online اللي هي ويامن هو هي ويب سايت خليها هيكي ببالك اركز على هيكي اكتب تنفيه تعليق لطفاً شارك الفيديو الفائدة رجال انضاع جملين فيديو لايك شير كومنت سبسكرايب اشترك الان مهم جداً وزاري اكدت عدة مرات صفحة 42 هاي هيكي شكل هالنموذج ان شاء الله احشعلكم النموذج بس شوية الظروف ومدالة السامبل هو يعني قال له نموذج رقم ثمانية يقول لك much ever from column A نفس المنطوق with a noun phrase from column B نفس المنطوق مطيق column A مطيق column B يعني لست A لست B مجموعة A مجموعة B وقال لك وصل نفسه وهذا الجواب متى اللي هو نصاً حاطي لك يا بال دليل ما المعلم كاتبي لك answers الأجوبة number one go online اللي هي ياتها go online والجواب ما تهت find a website فما رح اقرأ قريته رح ننتقل بس دارد اكد لكم على اهميته هسه اخير شي التمرين مالتنا اللي هو اهم من هذاك التمرين انا اعتبره هذا التمرين سي يقول لك على الانشاء طبعاً على الايميل الانشاء الثاني الانشاء الاول كان اكتب عن نفسك write about yourself and your family بصفحة 15 page 15 من كتاب الكراسة unit 1 هسه الانشاء الثاني المطلوب من عندكم هم موجود بكتاب الكراسة unit 3 اه التمرين سي صفحة 43 43 مهم جداً ومرشح اه المطلوب من عندك هسه اول مرة رح نحل التمرين بعدين رح اشوفك النموذج اللي انا اقترحه عليكم يصير تعبر من نفسك طبعاً اذا طالب متمكن من اللغة انجليزية وليد يصير وهو الافضل هو الاحسن انه انت تعبر تكتب موضوع عجبك وتعبر من نفسك يكون افضل بس تحافظ على يعني صحة الجمل قواعدياً والاملاء ما لتحنهم يكون صحيح وتدري تبديه بحرف كبير من تنتهيب نقطة هاي الامور تحافظ عليها حتى يكون انشاءك نموذجي وصحيح زياناً هسا راح نقرأ اكسرسايس سي قولك read اقرأ about عن how كيف to and write تكتب on email اه اميل اللي هو بريد الكتروني رسالة الكترونية قام ويختصره كانت هي الكترونيك mail البريد الكتروني قام ويختصره ايميل ايميل وامشي فصالت مفهومة بس واحد تقول له ايميل يفتهم يعني بريد الكتروني رسالة بالبريد الكتروني write اكتب your own email اكتب ايميلك الخاص يعني رسالتك الالكترونية الخاصة to a friend الى احد اصدقائك الى صديق ما زياناً اشلون الخطوات راح يعلمنا بهذا التمرين يعلمنا الخطوات وهو اصلاً حال واحد تقدر تحفظ النموذج مالك الكتاب وتقدر تحفظ النموذج مالتي وتقدر تتألف من عندك كلهن صح علي عشر درجات اول شي يقول لك to هاي لازم تنكتب to والنقطين وياها الكولام وراها اش راح تكتب يقول لك your friend's email address العنوان مع اليميل مع صديقك العنوان الشخصو تبيه تكتب اسمه فبس تكتب اسم صديقك كلش كافي يعني هسل من راح تكتب اليميل معتك تكتب to علي هاي اول شي البعض هالسبجكت الموضوع الموضوع اللي تدزب عليها الرسالة شنو موضوعك شو تريد تكسولف عوية على شنو تريد مثلا تاخذ معدد جدول ما الدروس تريد مثلا تسولف ليه طلعتو تسولف ليه على مثل بالكتاب قال about day يوم سيء تريد تسولف ليه مثل ما هو هنا انا داي يسأل على صحته how are you اي شي يقول لك what you are writing about ماذا انت تكتب عن ايش تريد تكتب اكتب له العنوان مالشي لاتت تريد تكتب الوضوع عنه مثلا هاي تكتب هالسبجكت هم اكتبها وياها النقطتين واكتب العنوان اللي تريد هم كاتبين عنوان من عندهم كاتبين how are you وكيف حالك لانه لاحي يسأل على الصحة الصديقة انا من عندهم اثنان راح اكتب the homework اللي هو الواجب المنزلي the homework الواجب المنزلي هذا من عندي نموذج مالتي تقدر تاخذ نموذج مالتي تقدر تاخذ هو نموذجهم نموذجهم هنا بالبداية بس حاطت وهذا الحج ما ينكتب تكتب اسم علي وراها تكتب subject وهذا سطر ما ينكتب تكتب بمكانة how are you subject how are you the homework الوراها starting هاي ما تنكتب بس داي فهمك starting يعني البداية ابدي start your email ابدي اليميل ماتك ابدي الرسالة ماتك مع شنو hi plus name hi زائد اسم الشخص الدازلة مستوىك قول دازل علي فكتب hi علي مرحبا علي or dear زائد علي plus علي dear عزيزي واسم الشخص النايم ماتك اللي هو نحنقول علي تريد غير الاسم كيفة كان اختارت علي لانه ععتبار اسهل واحد تلث حروف وسهلة طلاف كلها تكيف يعني انتكتبها سهل تريد تكتب غير اسم كيفة كنت اسم صديقك اللي تحبها كتب اسمه زيان هو هسه هو دايحل هذا المثال ماته وعايفلنا سطر يقول ان اتو حلل اللي تعجبكم يعني هو دايحلها تكتب hi اذا تريد مثله تكتب hi باسم او تكتب dear باسم انا اللي عجبتني انه اكتب dear علي نفس الاسم اللي دا احاجي دا ادزل الرسالة الى اللي قلت له to علي فنفسه رح اقول dear dear علي فارزة وراها ليش انا فضلت هسه تقولي الهاي مو اسهل تريد تكتب hi بس هدك تتدرب على dear لانهم رح تروح يستطلب المتوسطة رح يطلبون عندك هماتين انشاء على ايميل وكل هال المرات الجاية رح يقومون يريدون عندك dear فمن هسه تتعلم عليها وحفظها حتى بعد المتوسطة تصير عليك اصلا سهلة صح الهاي اسهل ومقبولة يقبلوها بس دير افضل لانه كلها تريد دير متوسطة اعدادية بعد يدوم عندك dear dear اسم الشخص وفارزة بس هاي تكتبها هاي عليها درجة هاي بس تكتبها عليها درجة هاي بس تكتبها عليها درجة ذن يعني تكتبها صار ثلاث درجات حصلت واخر شي نهاية ماتة رح تقول هاي اربع درجات والنص يعني الحشو ماتة الكلمات الجمل رح يتقسم باقي الدرجة عنهم زيان هسه هاي كتبناها الفقرة الانشائية الاولية ايش رح تتضمن يقولك this is هذه where you اي المكان اللي انت tell your friend تخبر بي صديقك or family او عائلتك what you want to say ماذا انت تريد ان تقول بهذا البراغراف انت رح تخبرهم الصديقك او العائلتك لتدزلهم رسالة وتقولهم انت شو تريد السولف فهنا انا بالبراغراف الاول رح هو تسولف عنه يقولك مثلا how are you كيف حالك how are you today كيف حالك اليوم هو اشان دايسل على الصحة فقل له how are you انا دار دسل على الهومورك ف رح ابقي ال how are you وبعدين اسولف على الهومورك يقولك how are you today كيف حالك اليوم علامة الاستفام لانه هاي دايسل بدأ بداية جملة حرف كبير بس انها بجملة بعلامة استفام لان دايسل how are you today كيف حالك اليوم my brother said اخوي قال قال لي you didn't feel well انت لا تشعر بصحة جيدة yesterday انت لم تكن تشعر بصحة جيدة البارحة yesterday because بسبب you had انت كان لديك a cold زكام برد i hope انا الحد هنا رح يكتفي ماتي هذا النموذج الان رح اكتبه الان رح اكتبه الان رح اكتبه نفسه حد يوم رح اكتبه نصا الحد ال cold واكتفي حتى داخل تصلكم تريد تكمل بعد خير على خير تريد تكمل تقول i hope انا اتمنى you are انت تكون you are feeling better today انا اتمنى انه انه انت تشعر بتحسن اليوم i hope you are feeling better today انا اتمنى و اأمل انه انت تشعر بصحة افضل اليوم did you go to school هل ذهبت هل ذهبت الى المدرسة داي اسأله انا رح اكتبه بالنوذج ماتي اللي رح اسا شوفوكم اياه بالنهاية رح اكتب نعوف مجال الكلمة افضل اسا هما ما عايفين وما رح يحسبوكم هنا بس الافضل يعني طريقة و خطوات كتابة الايميل و رسالة انه تعوف مجال كلمة اول مرة وتبدي البراغراف ماتك حتى يكون ارتب فرح تقول له how are you today كيف حالك اليوم وهي نفس رائماتهم my father said اخويا قال لي you didn't well انت لست بخير yesterday البارحة because you had a cold لان كان عندك بارد زكام خلاص المقطع الاول second paragraph الفقرة الثانية المقطع الثاني من الانشاء يقول لك to talk about لتتحدث عن something new شيء ان ما جديد you should start another paragraph انت عليك ان تبدأ مقطع انشائي اخر اش راح تقول له مثلا تريد بعد السوليف على غير موضوع اذا تريد تظل السوليف على صحته فتكمل بنفس المقطع تريد السوليف بعد على غير موضوع راح تحكي بمقطع ثاني هماتين انا برأيه تعوف مجال سطر كلمة ويلا تبدي هم راح نقول نفس حكيهم بس راح اختصر الكم من عنده اللي يشوفه مثلا هذا هواي انا راح اختصر الهياء واللي يريد يحفظه افضل يحفظ هذا الاسطر ما يحفظ هاي ما السكند هاي هي بس شرح اش يقول بالسكند بارغراف بارغراف يقول لك اتسكول اتسكول في المدرسة in my class in my class في الصف ماتي we looked at we looked at احنا نظرنا وتعلمنا شنو using the internet using the internet استخدام الانترنت and learnt how اي انا اختصرتها and learnt how وتعلمنا كيف to go online الذهاب او الاتصال بالانترنت انا اختصرتها تريد تكتبها بعد احسن بعد افضل بس انا دار دقلل دار دقلل اكو طلاب مستوهم ضعيف فريد يعخذ شي اقل ويجيب درجة كاملة ده اختصر له تريدت تكتبها التشاطر بعد افضل تريدت تكثر كل ما تكتبها اكثر كل ما افضل هو تعبير ومفتوح اليك زيان اللي اهنا انا learnt how to go online تعلمنا كيف الاتصال بالانترنت نقطة ورا النقطة حرف كبير لان جملة جيدة ات واز كان جدا ممتع كان جدا ممتع هي هم سهلة ترى كل كلمات ما رات عليكم مفتوح شي جديد وصعب بس انا رات تختصر ات واز تختصر كان جدا ممتع انا ما كتبتها ونحن ايضا نظرنا وتعلمنا عن كيفية كتابة الايميل هاي يعني كتبتها هنا انا انت اللي هي هناك كانت انت مليانت مشلته اش حطيت حطيت how to write how to write ان ايميل ان ايميل اللي هي وكيف اش صار ماتتي معناها احنا كنا بالمدرسة بالصف وتعلمنا كيفية استخدام الانترنت وكيفية كتابة الايميل اختصارة مال هو تعلم بعد شلون يفتحون الاتصال بالانترنت وقال هاي شغلة ممتعة وبعدين قال تعلمنا شلون نكتب ايميل my teacher اما تناكدتها my teacher معلمي said that قال بأن we should write وقتها وي should write نحن علينا ان نكتب an e-mail on e-mail اللي هو بريد الكتروني for homework for homework كواجب بيتي اللي هو العنوان ما لالة ايميل الماتتي تريد نفس عنوانهم هم حلو وصحيح تريد غير عنوان هم حلو وصحيح بس يكون من ضمن الأشياء اللي دا تسولف بيها مثلا 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 فتش يعني من نفس ماي ايميل مثلا بس باد داي مو حلو هتكون زيان هسال هنا خلاص ماتي الايميل ومالتهم بعد بي بعد وراء الفارزة يقول لك لذا هذا هو الواجب ماتي مو المعلم راد من عند واجب قال يكتب ايميل فهو واصلا كتب الايميل ودزل صديقة وقال له هذو الواجب ماتي اللي راح اروح اشوفه للمعلم ماتي وان هم دا زيته لك هم دا اطوان عليك وهم دا كمل الواجب ماتي سواء شغلتين في شغلة واحدة بالنهاية يقول لك فنشنغ النهاية ماتك من تريد تنهي الايميل at the end في النهاية of your email ماتك الرسالة الايميل you can write انت تستطيع ان تكتب best wishes هاي الافضل هنا اكو هواي عبارات بس السنة بنعيدكم ما رايدين رايدين بس ال best wishes اكو هواي بالاعدادية ونتو استطيع علموهم عليها اللي هي yours sincerely email me soon وما دوش انو هواي اشياء السلطة المطلوب عندك best wishes تحفظها وتكتبها على غيبك لازم and your name وياها اسمك اي شي best wishes فارزة اسمك اللي تدت تكتبه انت صاحب الايميل تريد تكتب best wishes فارزة و جواها اسمك او بصفها اثنين تنصح انا ما تكتبت best wishes وائل يعني اسمي انا صاحب يعني اطيب الامنيات هاي معناها best wishes اطيب الامنيات تحياتي واتمنى لكم شي زيان واسمي وتوقعي خلنقول بس متوقع الناموذج اللي انا رح انصحكم بي اللي هس اللي افتهم ويريد هو قلنا يعبر خلي عبر اللي يريد ينقل ما الكتاب ينقل ما الكتاب اللي يريد ياخذ ماتي ويحفظ اللي هو اختصار ما الكتاب نفس ما الكتاب بس اختصار فاهلا وسهلا الشي رح تكتب لازم بهاي الطريقة هذا الشكل رح نقول مثلا السهولة الموضوع الواجب المنزلي الواجب البيتي دير اسم صديقك اللي هو دازلة دير علي ما يصير تكتب هنا اسم شكل هو نفس اللي كتبت هنا تعيد هنا لان هو ترسل الرسالة الى علي فتبدي تسلم علي تقول دير علي فائزة طبعا هدا اذا نبدي حرف كبير نتبه الواجب قلنا تعوف مجال كلمة وتبدي كلاماتك كيف حالك اليوم فارزة اخويا قال لي انت لم تكن بخير البارحة كملت اعوف مجال سطر طبعا من اكتب اكتب بين اترك مسافة بين الكلمات موحشك الحروف اكتب خط واضح وشبير اهتم ارتب مو اكتب وامسح اكتب وامسح تتوسخ وتتصخم الورقة مو هي شي دير وعلي كهتم كل ما جمالية وترتيب الورقة والاجابة ما تكتاخد درجة افضل من اي ابدأ حرف كبير انتهي اذا سؤال انتهي على استفام ابدي حرف كبير انتهي بنقطة اذا جملة عادية اكو اختصار اخلي لي فارزة طبعا هذا لان يعتبر انشاء غير رسمي لان بينك و بين صديقك فدع نحط اختصارات بالانشاءات الرسمية اللي هي بينك و بين مثلا الشركة بينك و بين تيتشر معلم ادارة مدرزة ما يصير ممنوع نحط ايش اختصارات بس يس هذا لانه بينك و بين صديقك البرغراف الثاني قلنا راح تعوف سطر مجال سطر كامل تنزل على سطر تعوف و راح تترك مجال قلنا كلمة راح تكتب بارغراف ثاني رقوها اتسكل بالمدرسة في الصف ماتي نحن نظرنا وتعلمنا شنو استخدام الانترنت و كيفية كتابة الاميل معلمي قال that we should احنا علينا write an email for homework كتابة email كواجب منزلي بالاخير راح تنهيها تقول best و ش اطيب الامنيات وائل زين البل احمر لازم نصا ينكتب البل احمر البل ازرق اذا ردت تغير تقدر من حقك تغير اما الازرق بس اما الاحمر نصا لازم ينكتب و كل واحدة راح تكون عليها درجة فاذني اربع درجات تم الاحمر والبقية راح يكون عليهم باقي الدرجات قول خمسة عليهم وفالدرجة تكون على الاخطاء وهاي الامور الملاحظة هاي يعني انه مالتكم الصف السادس وليونت الثالث وكراسة والصفحة اللي هي البيج 43 والتمرين C write an email هي يكون منطق السؤال اكتب email to a friend تلقى كلمة email يعني تنزل هذا على غيبك ذاك كان يكتبو لك write about yourself تكتب مال انشاء اليونت الاول write email فتكتب هذا انشاء مال email انشاء الله استفاد ياتون اسأل الله القبول نسألكم دعا تحياتي لكم شارك الفيديو لكي تعمل فاد تحياتي تحياتي تحياتي